لأكمان الأدوات أكيد حصل فيها تطور مختلف تماماً لا شك العملية زمان عملية السمنة كان بدايتها تتعمل بإجرحات دلوقتي أصبح أو بعدها بدأ المنزار العادي دلوقتي أصبح المنزار اللي احنا منسميه المنميلي انفيزيف اللي هو 3 ملي الفتحة الصغيرة اللي هو كأنه شكل دبوس يعني اللي هو المريض كأنه مش عامل عملية ده الأدوات زمان التكنيك بتاعها ما كانش بيسمح بانه هو يضمن لك وطبعا انضامن ربنا سبحانه وتعالى لكن بعد توفيق ربنا يضمن لك ان مفيش حاجة اسمها تسريب يحصل في حاجة اسمها الميوكوزل كابشر ياريت نعرض الصور حتى اللي احنا بتبين لنا شايف حضرتك هنا على اليمين شكل الميوكوزل ازاي او الغشاء المخاطل للمعدة وجدار المعدة مقفول بخطوط مستقيمة لا تقبل ان حاجة تعدي منها ولو نقطة حتى بص الشكل التاني اللي على الشمال لا فيه disruption فيه stabiles او دبابيس صغيرة ماشي عكس الاتجاه بتاعها فيه فجوات لو صدفة والمفروض ان هما بيبقوا تلاتة شمال وتلاتة يمين والالب تقطع بينهم يبقى التلاتة دول لو فيهم واحد اصلا بايز وبالصدفة جي صف تاني واحد بايزة بقى هو الدبوس واقف على صف واحد العائل لو كحة او لأي سبب عنده سترينينج او عنده امساك او اي حاجة لقدر انا ممكن ان كان يحصل له مشكلة هو ده فرق السيفتي والامان في الادوات المتطورة عشان كده لما نقول ان فيه ادوات جاية من شرق اسيا تكلفتها قليلة لكن احنا ممن خاطر بحياة مريض يعني الانسان لو جايب حاجة في لبسه وما عجبتوش خلاص يرميها ويعوض علي ربنا لكن هنا هنعمل ايه لان المشكلة التسريب رعب للجراح قبل ما يكون للمريض اه طبعا لان احيانا بيبقى اصلاحه مواضلة واحيانا ما بنعرفش مش هنكر عليك لكن الخبرة في تجنبه لشنو لما يحصل طب هنعمل ايه لا انا لازم اضمن لو انا عندي ادوات بتقولي 100% ان شاء الله ما فيش تسريب ما فيش نزيف وادوات بتقولي 95% لا انا لو اخدت 95% يبقى انا غمرت بحياة خمس اشخاص في كل 100 عملية بعمله صحيح يبقى ده مش عشان انا احاول اقلله في التكلفة اضره لكن اساعده ان اقلل الجراح يقلل اتعابه الشخصية لكن التقليل في الكواليتي ممكن يبقى له تمن محدش يعني يقبله وكمان يا دكتور انا عندي فكرة ان طبعا التخدير برضو حصل فيه تطور كبير طبعا لا شك ما هو التخدير في ناس كتير تقولي حضرتك انا مش خايفة من عملية انا متطمنة من من الجراح وخبرته ومن امانته في استخدام الادوات وغيره ومن نتائج اللي بيحققها بس انا بقى اعلق من ان الصدف احيانا بتحصل في التخدير ويحصل مشكلة واحنا كان لازم نستبعد كل المشاكل دي عشان عنصر الامان اللي حداك اتكلمت عليه فالتطور في عالم التخدير كان مواكب لهذا التطور بل مش بس كده ده اصبح فيه تخصص في عالم التخدير اسمه تخدير جراحات السمنة او تخدير مرضى السمنة واصبح ده شابتر لوحده كده في الفدرالية الدولية لجراحات السمنة مش اهتمام شخصي ليه نحن ده الفدرالية الدولية نفسها عملت شابتر قسم خاص برياسة بروفيسور موليير في بلجيكا صديق عزيز واياما سافرنا عنده وخدنا تيم التخدير بتاعنا وخد تدريب عنده اصبح هو المسؤول عن شابتر الانسيزيا في الفدرالية وبيدي كرصات وبيبين يعني ايه تخدير امن مرضى السمنة وما عندهم امراض معينة ماينفعش نقول انه زيه زيه اي مريض المريض اللي داخل يعمل مرارة ومش زيه زي المريض اللي داخل يعمل عملية تكميم اللي عنده قلب وعنده كوليستيرول وعنده سكر قديم وعنده 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 لازم ابقى متخصص قوي عشان برضو نضمن بعد توفيق ربنا المية في المية من نسب النجاح ترجمة نانسي قنقر